اشتركوا في القناة اللي هي أنا يعني بأتمنى أن الجميع يكون يعرفها بالإضافة ل يعني ممكن يسأل فيها في الامتحان وهي تعتبر مرجع لكم كمعرفة سواء اللي ححكيه أو حيتبقى ضمن الفصل وخصوصا المقارنات ما بين أنظمة الاعتماد المختلفة في بعض الدول لذلك أنا سأسألكم فقط في جزئيات من اللي سأشرحها خلال هذا اللقاء بإذن الله بالتأكيد موضوع الاعتماد يعني صار من الأهمية بمكان أن يكون حاضرا موضوع الاعتماد يعتبر من ضمن الأمور الأساسية والمهمة رح نحكي عن تعريفها لاحقا ولكن مع تطور التقني والتكنولوجي والبحثي والمعرفي والعلمي وتشعب وتعدد التخصصات في المجالات الفنية الطبية على اختلاف أنواعها وتخصصتها صار في حاجة إلى نوع من النظم لهذا الأمر ولكن يعني طوله فيه هو فيه علم جديد وفيه أبحاث وفيه دراسات وهناك فيه فائدة يعني تعود على المواطن بشكل دائم تمام جديد اكتشفوا الكوفيد 19 وجديد اكتشفوا التطعيم له إذن فيه أبحاث وفيه دراسات ولكن حتى يعطى هذا اللي هو التطعيم فيه هنا يعني فيه جهات بتوضع نظام اللي هو اعتماد لهذا التطعيم حتى يتم تسويقه وتوزيعه على المواطنين وهي فكرة الاعتماد زي الـ FDA تمام Food and Drug Association لمؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية فهي يتعتبر يعني جهة لكن احنا هنا بنحكي على نظام الاعتماد كفكرة في المثال اللي حكيته لكن نحكي هنا في نظام الاعتماد على يعني فكرة ليش بدأ التوسع والاهتمام في موضوع الاعتماد بشكل كبير فتعددت الخدمات تعددت اللي هي التخصصات وحاجة المريض واكتشافات المرضى واكتشافات الأجهزة والتقنيات وما إلى ذلك فصار في حاجة إلى نوع من الضابط لهذه الزيادة الكمية والنوعية في الأمور المتعلقة بتقديم الخدمات الصحية فهذا الضابط يعتبر كان دافع من دوافعه هو تطوير وإيجاد نظام الاعتماد الذي يحكم الجميع في كافة الدول بشكل عام الاعتماد جاء ليركز على عدة نقاط أول حاجة أن الإنسان هو الكورنرستون أو ما يسمى بحجر الزاوية بمعنى من عنده نلتقي وعنده أيضا ننتهي فيما يعتبر أمور تتعلق في تطوير الخدمة الصحية والاهتمام بالجانب الصحي دون المساس بكرامة الإنسان ودون إحداث أي نوع من المضاعفات أو المشاكل أو المشاكل الصحية أو الآلام له فمن أجل الاعتماد وتحقيقه أن جانب الاعتماد حظى جانب الإنسان أو المريض والزبون وما إلى ذلك بجانب الاهتمام الكبير لدى إجهات الاعتماد الأساسية أيضا دمج النشاطات لتحسين الجودة بشكل واثق مع نظام الاعتماد حتى تعتمد المؤسسة هذه لتقديم خدمة معينة ما هي الإجراءات وما هي الآليات التي ستضبط تقديم الخدمة تحت إطار الجودة الشامل وتحت إطار التحسين والتحسين المستمر الإدارة وبشكل خاص إدارة المخاطر بالمفهوم المتمثل بمنح حدوث أي أدى المريض ليس لازم يصير فيه عنده مضاعفات بدي ياخد تطعيم الأصل أن يكون هذا التطعيم آمن بدي ينفتح مستشفى معين كيف إنت إجراءات مكافحة العدوى داخل المستشفيات كيف أنا بدي أعمل خروج آمن وملاذ آمن للمريض لو صار عندك طارق هاي تعتبر من ضمن اللي هي الأشياء الأساسية اللي ركز عليها الاعتماد وأيضاً اهتم بموضوع أن المؤسسة لها ديمومة لها استمرارية بمعنى مش تقدم خدمة معينة وعند أي ظرف ممكن تنتهي هذه الخدمات أو تتراجع أو تتلاشى المؤسسة بدي يكون في عندها نظام يحافظ على وجودها وبقائها في حال وجود طبعاً أي طوارئ أو مشاكل معين أو نظام منافسة تمام؟ للبقاء والمحافظة على ديمومتها وتواجدها الأكريديتيشن أو تعريف الاعتماد هي العملية التي بموجبها تقوم المؤسسة التي تمنح الاعتماد للتحقق من خلال تقييم المؤسسة هل المؤسسة تتفي بالمعايير الأساسية الموضوعة لتقديم الخدمة الجيدة ذات طابع نوعي وجيد؟ وبما يفي بالمعايير التي تحافظ أيضاً على أو تحقق أفضل ما يمكن الوصول إليه ما يميز هذه الخدمة بما يرتقي بالوضع الصحي للمواطن والانعكاس الإيجابي على صحة المجتمع وصحة الدولة بشكل عام وهذا يعتبر دليل على أن المؤسسة تلتزم كلياً بتطبيق معايير تحسين الجودة الغاية من الاعتماد أولاً نشر معايير الأداء الجيد للمؤسسات من خلال طبعاً مجموعة من النقاط والمعايير التي ضحها الجهات المانحة للاعتماد أثنين المحافظة على والتأكد من أن هذه المؤسسات التي ستمنح الاعتماد تقوم بتطبيق أو ستقوم بتطبيق وتقوم أيضاً من خلال المتابع والإشراع بتطبيق هذه المعايير بما يضمن تقديم أفضل خدمة للمواطن وأيضاً ضمان التزام المؤسسات وضع الإجراءات الضرورية لخفاض على تقديم أفضل خدمة ممكنة وأخر نقطة هي وضع خطط للتطوير الإداري والفني المستمر لأعضاء الفريق ومقدمي الخدمات بما يضمن طبعاً اللي هو مواكبة التطور والتقدم حسب يعني كل شيء جديد حسب الأبحاث والدراسات ويعني مراعاة ما وصل إليه العالم نحو التقدم في المجال الطبي هذه تعتبر الأربع الغايات من الاعتماد نشر معين الجودة تطبيقها ثلاثة المحافظة على أو ضمان التزام الاستمراري التقديم هذه الخدمات بأفضل نوعية ممكنة وأربعة هو وضع خطة للتطوير المستمر الطبي سواء كان منه أو الإداري تطور الاعتماد في النظم الصحية أول ما بدأ صراحة في الولايات المتحدة سنة 1917 اهتموا في هذا الجنب وكانت من خلال جمعية الجراحين الأمريكيين وضعت أفعام وقالت أعلى حد للجودة وأقل مستوى من المخاطر فقالت أنه إحنا من خلال اللي هو تطبيق أو وضع الحد الأدنى لمعايير المستشفيات تفي بشغلتين الحد الأعلى من تحقيق الجودة والحد الأدنى من وجود المخاطر في سنة 1951 اتطور الأمر هذا بشكل أوضح ليشمل كافة التخصصات الفنية في القطاع الصحي من خلال اللي هي اللجنة المشتركة لاعتماد المؤسسات الصحية سنة 1951 وتم اعتماده رسميا سنة 1986 في بريطانيا ليشتمل كافة التخصصات الفنية وليس فقط الأطباء أو عفوا الجراحين في كندا اهتموا بهذا الأمر سنة 1953 وسميت جمعية الرعاية الطبية الكندية وضعت مجموعة من المعايير المتعلقة في كيفية تخديم الخدمة على أفضل نحو ممكن وامتدت هذه الاهتمامات في عديد من الدول ممكن اتراجعوها لوحدكم تختموا فيها يعني من باب المعرفة للاستزادة والمعرفة الأكثر كيف يمكن البدء بوضع نظام الاعتماد العنوان العام في هذه النقطة ابدأ من حيث انتهى الآخرين يعني ما تبدأ يعني لوحدك تجد نفسك بتستنفي الطاقات وإمكانيات وقدرات وانت بتوضع المعايير وتستنفيذ نوع من الوقت الكبير والمال والتكلفة تمام وتجد نفسك انه اللي انت وصلت له غيرك وصل له بأفضل من هيك لذلك يجب اللي هو يعني ممكن استعانة بأنظمة معتمدة لبعديد من الدول تمام ويتم اللي هو تطبيقها ولكن في العنوان العام ايضا يجب ان لا تأخذ حزمة واحدة او يأخذ اي نظام اعتماد تمام ويطبق زي ما هو بينما يحتاج الى نوع من التعديل حسب الموارد والامكانيات والقدرات الموجودة في البلد وفي المؤسسة نفسها يعني انا ما بقدر اخذ نظام الاعتماد الموجود في مايو كلينيك واجأ طبقهان على مستشفى اللي هو ناصر او مستشفى الاوروبي امكانياتنا ومواردنا وقدراتنا تختلف عن القدرات في تلك المستشفى لذلك ناخد من وين انتهى الاخرين واستفيد من الخبرات امتبعاتهم والنقاط الوصلوا الها ولكن نعمل عملية تعديل بما يتماشى مع الامكانيات والقدرات في الدولة التي ستقوم بتطبيق هذا الاعتماد توجد عدة نماذج بإمكانكم يعني تراجعوها لوحدكم حسب ما هو موجود في المقرر صفحة 185 كيف يتم تنظيم المعايير من اجل الاعتماد او على ماذا يعتمد قرار الاعتماد كسؤال ثاني يعتمد قرار الاعتماد على مستوى التوافق النقاط التالية التي يعني تحقق المؤسسة التي يعني تتقدم لحصول الاعتماد من الجهات المانحة اولا في قسم قسم يرتكز على المريض وقسم يرتكز على ادارة المؤسسة نفسه فيما يتعلق بالمريض كل ما يحقق امكانية المعالجة الصحيحة والسليمة ويحافظ على ديمومتها اولا تقيم استمرارية الرعاية بما أنا بدأك تقول مستشفى انه أنا في عندي امكانية اللي هو استيعاب المرضى 24 ساعة طول فترة مع فترة وجوده بالمستشفى هناك فريق ممكن اللي هو يعمل بشكل متناوب هاي من الشغلات تحافظ على استمرارية تقديم الرعاية حقوق المريض وعائلته في عندي نظام المواعيد نظام الزيارات نظام الحضور والانصراف الخاص به اللي هم مثلا الزيارات او نظام المرافق نظام حق المريض في المعالجة اذا كان المريض بحاجة الى اللي هو احضار مثلا معالج روحي في عندنا بعض الدول بعض الاماكن بعض الناس بتهتم بهاي الجوانب ففيها نوع من حقوق اللي هو المريض المتعلقة ضمن حقوق المريض بأخلاقيات المهنة وكيفية التعامل المحافظة على خصية وسرية المريض واخدوا الموافقة منه فيما يتعلق بتقديم الخدمة او الاجراءات الجراحية وما الى ذلك تقييم المرضى ورعاية المرضى وامكانية تثقيف المريض وعائلته في حال يعني دخوله وخروجه من المستشفى في كيفين التعامل معه واعطاء العلاجات وايش بيحتاج هل تعتبر من الشغلات التي يجب ان يتضمنها النموذج اللي سيتم تقديمه من خلال المؤسسة التي تطلب الاعتماد من المؤسسات المانحة للاعتماد هذا فيما يتعلق بجزئية المرض فيما يتعلق بادارة المؤسسة انه عندها معايير تفي وتحقق ادارة الجودة وتحسين الجودة وتحسين الجودة في عندي فريق في عندي جسم اداري كامل ومتكامل ضمن الهيكلية الادارية موجود في اللي هو فريق بيقدم خدمات تحسين الجودة والاهتمام بها والمحافظة على استمراريتها اتنين القيادة والتوجيه ونظام الاداري الحوكمة بشكل عام الخاص او النظام الاداري كبكش كامل فيما يتعلق بالادارة والمحافظة على مستويات اللي هي ادارية ثلاث بالمحافظة ايضا على ديموم بتوجود الادارة الوسطى في الفترات اللي هي المسائية والليلية وايام العيط والاعياد وما الى ذلك يتضمن هذا اللي هو النموذج اللي بننقدم فيه كيفية المؤسسة كيف تدير تدير نفسها وكيف تدير اجراءات وتحقق اجراءات السلامة داخل المؤسسة كيف لديها نظام تطوير وتأهيل للكادر وتعليم مستمر للكادر اللي موجود من خلال ايجاد جسم اداري ضمن الهيكلية الادارية اسمه قسم التعليم والتدريب او التدريب والتعليم المستمر او الانسيرفس ايديوكيشن له تعليم داخل الخدمة او تدريب داخل الخدمة وهذا يحقق او يدلل على تطبيق معايير الجودة ايضا نظام ادارة اداري للمعلومات الخاص بالمؤسسة ونظام في كيفية المحافظة على الوقاية من العدوى وضبط العدوى والوقاية منها ومنع انتشارها داخل المؤسسات الصحية لما يحقق في ذلك طبعا خدمة صحية امنة للمريض والمقدم الخدمة وايضا للمجتمع ككل المؤسسات الرسمية للجنة لجنة الاعتماد المشتركة للمؤسسات الصحية كل مؤسسة تحتاج انها تقدم للجنة الاعتماد الرسمية يجب ان تحقق عدة نقاط اولها ان تكون هاي المؤسسة مرخصة بمعنى انه لو بدنا نروح على مبنى معين في اي محافظة من محافظات قطاع غزة هذا المبنى يجب ان يكون ضمن اجراءات اللي هو الترخيص اللي بترتضيها وزارة الحكم المحلي وسلطة الاراضي حسب نوع اللي هو المكان البلدية وبعد هيكد يتم التقديم للحصول على الاعتماد ان تكون المؤسسة ملتزمة او ترغب بالالتزام في تحسين نوعية الخدمات الصحية فيها بكامل الشروط المطلوبة ان تقدم المؤسسة الخدمات التي تطلبها المعايير اللي حكيناها احنا صفحة 185 اللي هي المعايير المرتكزة على المريض والمعايير المرتكزة على ادارة المؤسسة اللي ذكرناها قبل قليل ممكن من ضمن اجراءات اللي هي لجنة الاعتماد المشتركة يعني تسلك عدة امور من اجل التحقق من مدى اللي هو يعني تطبيق معايير الجودة مثل ما هو مطلوب وهذا من خلال طبعا مقابلات ممكن تكون مع مقدمه او مقدمي الخدمات الصحية على اختلاف تخصتهم الادارية والفنية مقابلات مع المرضى ومع الزائرين متابعة العمليات تقديم الخدمة من خلال اللي هي الملاحظة المباشرة اداريا وفنيا مراجعة الاجراءات والسياسات الموضوع داخل المؤسسة وهذا من خلال مراجعة ما هو منصوص عليه مطابقته ميدانيا ايضا من خلال مراجعة نتائج التقييم الداتي للمؤسسة والعاملين داخل المؤسسة نفسها طيب الحصيلة المتوقعة من مراجعة الاعتماد يعني هاي اللجنة المشتركة العالمية للاعتماد الجي سي اي اي اللي وضعت مجموعة من المعايير مرتكزة على المريض ومعايير مرتكزة على إدارة المؤسسة ووضحنا في كيفية يعني هاي الشروط بتبعاتها اللي تحقق يعني مدى مطاوعة هذه الشروط من أجل إعطاء الموافقة أو لا فالحصيلة المتوقعة بدا تكون إما accredited يعني مؤسسة معتمدة أو مؤسسة not accredited بمعنى مؤسسة غير معتمدة مؤسسة accredited طبعا أنه هاي شهادة من اللجنة المشتركة العالمية للاعتماد أنه هذه المؤسسة تتطاوع كل النقاط أو تتطاوع إمكانياتها وقدراتها واللي مقدمة ومن خلال البحث الميداني والفحص اللي هي المستندي أنه هاي المؤسسة مقبولة أو تتعامل مع النقاط الموجودة ضمن الشروط بتبعاتنا فهي مقبول لها الاعتماد فبصير مؤسسة معتمدة لأنها طاوعت ما هو مطلوب ضمن الشروط not accredited أو مؤسسة غير معتمدة وهذا يعطى إذا كانت المؤسسة غير مطاوعة تمام أو أنه هي على سبيل المثال والله مستنديا طاوعت الشروط اللي موجودة ولكن ميدانيا من خلال المتابعة الميدانية والمراقبة وجدنا أنه هناك بعض الخلل فبيسحب اللي هو الاعتماد بصير مؤسسة غير معتمدة أو ممكن المؤسسة نفسها تسحب الاعتماد اللي هي المؤسسة المستشفى على سبيل المثال تسحب الاعتماد والطلب الاعتماد اللي هي قدمته إلى جهة الاعتماد بشكل مباشر بالعادة طبعا قرار الاعتماد يقدم بشكل سري ومحفوظ في ملف بيرسل إلى رئيس المدير التنفيذي أو المدير المستشفى نفسه من أجل اطلاع على نتيجة الاعتماد من عدمه طيب مدة الاعتماد عادة هي ثلاث سنوات بتبدأ من ثاني يوم ارسال أو اعتماد اللي هي أنه هاي المؤسسة مطاوعة للشروط المطلوبة للاعتماد لمدة ثلاث سنوات بعد الثلاث سنوات طبعا يتم إعادة التقييم من أجل طبعا تجديد الاعتماد من عدمه في حال وجود تغييرات في ملكية المؤسسة طبيعة الخدمات المؤسسة تمام البنيان الخاص في المؤسسة البنية التحتية يجب إعلام في جهة الاعتماد بشكل مباشر دقة المعلومات وثقة في هذه المعلومات أي مؤسسة بتقدم لجهة الاعتماد يجب أن تقدم معلومات دقيقة وموثوقة في كافة مراحلها وأن تكون صحيحة وفي حال وجود معلومات غير دقيقة سواء أو غير صحيحة سواء كانت بشكل متعمد أو غير متعمد تفقد هاي المؤسسة حقها في الاعتماد لمدة سنة كاملة على الأقل كيف يتم طلب الاعتماد؟ طبعا طلب الاعتماد في نموذج بيكون موجود للجهة التي تمنح الاعتماد يتم تعبئته يتم إرفاق معه كافة المستندات والتقارير والأوراق ذات العلاقة بالتراخيص والملكية وما إلى ذلك حسب ما يرتضي طبعا النظام المعمول به في الدولة نفسها يتم كتابة يعني إشهاد على ملكية هذه المؤسسة أو المستشفى أو المركز حسب نوعه تحديد الموقع الجغرافي إيش طبيعة الخدمات إيش حجم الخدمات اللي ممكن يقدموها تمام؟ بيعمل إقرار مكتوب أنه من حق الجهة الاعتماد بالرجوع للمؤسسات ذات العلاقة والحصول على أي سجلات أو تقارير خاصة تملك هذه المؤسسة من أجل مراجعة ومتابعة هذا الأمر بتوقع المؤسسة أيضا على نموذج أنه في حال وجود أحداث أي تغييرات أثناء عملية الاعتماد من حق اللي هو جهة الاعتماد أن يصلها أي تغيير أو تعديل خلال فترة اللي هو معالجة ملف اللي هو الاعتماد من عدمه تحديد موعد التدقيق ووضع الأجل بالعادة تسعين يوم من تاريخ تلقي الطلب وبيكون فيه يعني منصق لكل مؤسسة من المؤسسات يقوم بمتابعة هذا الملف أو الرجوع من خلال جهة الاعتماد في حال يعني بحاجة إلى أوراق أو مستندات أو إضاحات معينة يتم التواصل مع شخص بتفوضوا هاي المؤسسة الطالبة للاعتماد وأنه يكون هو الفوكل بيرسون أو الشخص المحوري المطلوب منه التواصل في حال وجود يعني تواصل مع جهات الاعتماد نفسها عملية الاعتماد في المؤسسة يعني بيكون من حق الجهة الاعتماد أن تزور المؤسسة والأقسام ذات العلاقة في أي وقت ترى طبعا بيكون فيه جدول محدد أنه ممكن نزور يوم واحد بالأسبوع ويكون هذا اليوم محدد وممكن يكون طبعا زيارة فجائية لفريق الاعتماد دون تحديد موعد معين من أجل المتابعة الميدانية والتحقق من طبيعة الخدمات والإجراءات ومطابقتها مع الأوراق والمستندات لداء الجهة الضالبة للاعتماد تكلفة الاعتماد يعني ما فيش محدد ولكن يعتمد على حجم المؤسسة نوع الخدمة الموجودة طول مدة التدقيق عدد المدققين تمام هاي كلها هيتا كلما زاد طبعا زاد الحجم كبر الحجم زادت نوعية الخدمات زاد طالت المدة زاد عدد الناس البدقق كلما ازداد طبعا اللي هو نسبة التكلفة للاعتماد السرية هذه طبعا أمور أساسية بتحضر على جهة الاعتماد الإدلاء بأي معلومات لا الجهة طاللة الاعتماد ولكن يسمح لهم بأنه بعد الانتهاء بإعطاء أنه هاي المؤسسة معتمدة أو غير معتمدة وممكن طبعا إعطائهم نتيجة أو رقم معين بنسبة الاعتماد في حال تم الاعتماد هاي الشغلات اللي هي مسموح أنه ممكن يقدموها أو يفصح عنها وما تعتبر سرية مقارنة يعني صفحة 191 إلى نهاية الفصل تقريبا الخمس صفحات الموجودين هدول فيه المقارنة ما بين أنظمة الاعتماد بين عدة دول فيه مجموعة طبعا النقاط اللي بيقوموا فيها كمعايير والمعايير مقارنتها بين مجموعة دول فرنسا انجلترا سبانيا كندا وأمريكا فيه اللي هي النقاط اللي بتعلقة بموضوع الاعتماد بتحبوا ترجعوها رجعوها بتحبوش ترجعوها انتو أحرار بهيك احنا بنكون أنهينا الفصل الاعتماد الفصل التاسع ان شاء الله في اللقاء القادم بنستكمل في الفصل العاشر نظام الآيزو أو المنظمة الدولية للتقييس نعطيكم العافية والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر